عبر الهاتف من دبي نضم لنا الدكتور هشام جاد أخصائي أمراض بطنية وسكري دكتور هشام مسالخير أهلا بك معنا دراسة مخيفة دكتور سكري والبدانة وراء 800 ألف حالة سرطان في العالم تعليقك على هذه الدراسة والله يشوفي هذا دكتور أهلا دائما دائما نتكلم عن جزيح فأسفية جدا هي التعامل مع مرض السكر والسمنة ودائما ننبه المريض حتى نفترض أن هذا المريض سكري يفرج على سبيل المثال نقوله أنت إصابة وكعمت هل نتعامل مع المرض ونسيبه نقول لا الفكرة أن مريض السكر طول ما يتحكم في مرض السكر يساوي كأنه ليس مريض سكر الدراسة هنا تتكلم عن جزيح خاصة بالعلاقة بين اكتشافات مرض السرطان والجزيتين الثانية اللي هم السمنة والمرض السكري هل نسيب مريض السكر بدون مع علاج العلاقة دي مكتشفة مؤخرة هي صحيح مش سبب مباشرة عشان بس ما يبقاش الناس فيها هلع وكده يعني مش سبب مباشرة مع مرض السرطان هي وجود السكري ولكن الدراسة بتقول أن فيه صلة ما بين الاثنين يعني مرض السرطان بيكون فيه نسبة معينة يكون معاها مرض السكري وبالتالي بننبه على أن التعامل مع مرض السكري بنقول يعني دايما يكون حريف تعاملوا عن مرض وتابع دكتور بتاعك دايما أو الباور ما تستمش مرض السكري يرتفع ارتفاعات عالية جدا وإلا هيكون العرضة اللي التعامل مع السرطان وارد جدا بالنسبة لك الكلام برضو ينطبق على موضوع السمنة السمنة النفس تاخدها بطريقة سهلة بنقول لا هنا موضوع اللي تزاد نسبة على 25 أو 25 في المية على اللي تسميها البي ام اي أو البودي ماس انديكس أو اللي هي الكتلة للجسم احنا المفترض الطبيعي بيكون من 20 لغاية 25 اللي هو الإنسان الطبيعي يكون أقل من 20 والأكتر من 25 الدراسة أكدت أن فيه صلة تانية ما بين وجود السرطان كعامل وبالتالي أكتر في النساء وعلاقتها بأمراض السرطان اللي الفادي وما شابه وأمراض أخرى تتعلق السرطان الخاصة بالنساء برضو بيكون معظم هنا عند زيادة نسبة كتلة الوازنة هي فوق 15 فإذا هنا بتقول للدراسة هي صحيح فيها درجة إخلافة معينة بس بنأكد على أن يا جماعة مرض السكري لا يستهم به وكذلك السمنة ما ناخدهاش حاجة جدا وخلاص طيب قلت دكتور بأن المصاب السكري يعني يجب عليه عدم يعني أنه يجب عليه أن يتحكم بالمرض كيف يمكنه ذلك؟ أكيد بالتحكم بالمرض طبعا أننا نتكلم الأساسا مثلا لو كان في بداية المرض هل يترى يترك يأكل كل اللي هو عايز يشتهيه؟ لا طبعا نقول له انتبه أنك أنت فيك عرضة لا أو نمنع أن يكون مريض سكري أنه في حاجة اسمها بريضة يا بيتك اللي هي مرض مرحلة ما قبل السكري ودائما أكد على أن اكتشاف هذه المرحلة في المتاح الأهمية اللي هي بتمنع مريض السكر أو الشخص اللي هو معرض لإصابة السكر اللي ينتقل من مرحلة ما قبل السكري إلى أنه يكون مريض سكري إيه في المحلة دي مطلوب؟ أنه أول ما يكتشف أنه في حاجة اسمها زيادة السكر ما نسمي السكر التراكمي بتكون زيادة عن معدل خمسة وتسعة من عشرة في المية نقول له والله أنت هنا انتبه لنظامك الغذائي وانتبه للرياضة حتى بنسميها ما نسميه تغيير نمط حياة تغيير نمط حياة هنا بيمنعنا وبيخلي المريض بنلحقه من أنه يدخل يبقى مريض سكري إن ساعتنا بأمرك سكري هتطار ناخد علاجات ومشاب طيب نتبع سكري بنقول له والله يتابع الدكتور بتاعك يتابع دايما انتبه لتحليلاتك أو البول ما تسيبش الموك كده من غير من غير متابعة دي إذيناتك من تلك الأهمية وبالتالي برضو ينتبق هذا الكلام على السمنة لأن معظم السمنة مطبطة بمرض السكري فهنا لو مرض الشخص له نفسه أورضى من ساميلي هستوري نشكرك جزيلا على هذه المداخلة دكتور ريشان جاد أخصائي أمراض بطنية وسكري كنتم عبر الهاتف من دبي